طيب بنحتفل بإنجاز كبير جداً لأنه الوصول للنهائي بصرف النظر أنا بيش بتكلم على المباراة النهائية أنا بتكلم على فكرة أنه فرقة توصل للنهائي في نسختين متتاليتين ده إنجاز كبير جداً مش كل يعني مش قندية كتيرة في العالم تقدر تحققه على فكرة وخصوصاً وهنا أنا عايز حضراتكم تركزوا شوية عشان لما نركز ونفهم يبقى عندنا مساعة الصبر أكتر شويتين شويتين يعني أنا عارف جمهور الأهلي ما بيصبرش وبيستناش وما بيرحمش بس بجد تعالوا نشوف إزاي إدارة النادي الأهلي في الموسمين اللي فاتوا دول اتحركت في بنى الفريق يعني كم عنصر جديد دخل على الأهلي في السنتين دول السنتين اللي إحنا وصلنا فيهم في مرتين متتاليتين لنهائي دوري الأبطال أنا مش بكلم حضراتكم على المشاكل التقليدية الانتقادات بقى والإعلام بيتكلم على الإدارة إزاي والجهاز الفني إزاي وبيقطع في اللعيبة إزاي بعادي كل ده لعيب الأهلي قدر على أنه يمتصوا ويحولوا لدوافع وحوافز لكن مش بكلم حككم على غياب الجمهور في المدرجات وانتوا عارفين قد إيه الجمهور كان عنصر مؤثر وحاسم في تحقيق النادي الأهلي لبطولات لكن تعالوا نشوف خبرات لعيبة جات لبس التيشرت الأهلي في منهم اللي قضى موسم واحد وفي منهم اللي كانوا أول موسمين ووصل مع النادي الأهلي لنهائي بطولة دوري الأبطال بكلمكم على حمدي فتحي بكلمكم على أليو ديانك بكلمكم على أكرم توفيق بكلمكم على محمد شريف بكلمكم على بدر بنون كل اللعيبة دي دخلت في منظومة الأهلي وخدت ثقافة النادي الأهلي وقدرت مع النادي الأهلي ومش أي فريق ومش أي نادي يقدر يفرد ثقافته ومنظومته بالشكل السريع ده وبالشكل اللي وصلك لنهائي أهم بطولة على مستوى القارة في نسختين متتاليتين هتكلم طبعا على مطش مبارح والأهم هتكلم على اللجاية سواء دوري أو نهائي دوري أبطال مع واحد من نجوم النادي الأهلي واحد من العيبة اللي لعبت في الجيل الزهبي الحقيقة للنادي الأهلي نجم النادي الأهلي سابق كابتن أحمد عادل ضفن النهاردة فيه السادسة بساخر يا بحمد و ألف ألف مبروك الله يبرك فيك بسعيد و أنا موجود معك دايما و طبعا ببارك لمجلس دارة النادي الأهلي و كل جماهير النادي الأهلي والعيبة الرجالة و جهاز فني محترم مبروك على التأهل للنهاية دوري أبطال أفرك يعني كل الناس بعد الفوز اللي تحقق في رادس كانوا متوقعين أنه التأهل مضمون بنسبة كبيرة وإن كان طبعا مطش القاهرة كان معروف أنه مباراة صعبة إزاي تبعت مطش مبارح و إزاي قيمت أداء النادي الأهلي من ناحية الأداء و النتيجة طبعا مش محتاجة كلاما لا أكيد من مباراة مباراة من بطولة لبطولة أكيد بيتبان شخصية لعيبة النادي الأهلي و الشخصية النادي الأهلي بيتبان في اللعيبة ببان مع الجهاز الفني كناك أن أنت بتكسب في السيمي فاينل بتكسب الترجف في رادس و بنتيجة 1-0 وبعجاب ترجع هنا بتكسب 3-0 فأكيد دي نتيجة كبيرة و ده إن ده اللي فيدل أن فريد النادي الأهلي نزول شخصية قوية الحائز على اللقب و بيثبت للسنة التانية على التوالي إن هو جدير إن هو يوصل للفاينل و إن شاء الله نحق البطولة العشرة بشوف إن المباراة الأولينية كان فيه شخصية لعيبة النادي الأهلي زي ما قلت لحضرتك ما بعكس كل الناس ما بتقول إن فريد ترجي ضعيف لا فريد ترجي يكون إن هو يوصل سيمي فاينل في دوري أبطال أفريقيا فهو فريق قوي و مخرج قبل كده نادي الزمالك اللي وصل معك السنة اللي فاتت لإنهاء البطولة و بيخرج نادي الزمالك لا فريق قوي فريق عنده شخصية عنده مدير فني على خبرات كبيرة جدا في بطولة أفريقيا لكن هنا لعيبة النادي الأهلي بخبراتها باللي اكتسبها لعيبة النادي أهلي و شخصية البطولة بقيت موجودة و خصوصاً إن بيبيان لكل جمهيري النادي الأهلي إن نادي أهلي في أي وقت أو لعيبة نادي أهلي في أي وقت إن هي ممكن تكسب تكسب في أي وقت من مجرات المباراة زي ما شفنا مباراة مباراة يمكن مستر مسماني في طريقة اللعب اللي لعب بيها أنا بشوف اللي هي 4-3-2-1 أو 4-3-3 حسب التمركزات في الملعب هو إدى الاستحواز و إدى الأفضلية بحيث إنه يكتسب يعني يشد حماس فريق تراج شوية و ده فعلاً اللي حصل إدى له الاستحواز أول 3 ساعة و نص ساعة لكن بنشوف اللي فرق مع النادي الأهلي دربة الجزاء و كان فيها جدل كبير جداً لكن دربة جزاء مستحق أو طرد مستحق طيب قبل بدخل في تفاصيل الماتش عايزك تعد معي كده يعني هلعب معك لعبة اسمها الصعب سهل تعد معي شيل بس بقية ميونخ على جنب تمام الوداد رايح جاي تمام زمالك تمام الدحيل القطري تمام فالمرس البرازيلي نهضة بركان المغربي سانداونز الجنوب الأفريقي التراجي التونسي كلها مطشات صعبة وكلها مطشات تقيلة وكلها مطشات مع فرق أبطال يعني مفيش اسم من اللي أنا قلته ده تقول عليه فريق صغير مداد زمالك دحيل بالمرس نهضة بركان وصولاً لسانداونز والتراجي في النسخة الحالية كل المطشات دي كانت صعبة جداً ورغم كده الأهلي أداها وكسبها وعدى منها وتحس إنها كانت سهلة فشكي بولك ايه تفسيرك لنظرات الصعبة مع الأهلي سهل والصعبة مع موسيماني لأنه موسيماني الحقيقة صاحب بصمة واضحة جداً في الموضوع ده مستر موسيماني اللي عايزة أتكلم فيه إن مستر موسيماني بتاع تلاقي تركيزه أكتر في الأرقام إنه هو يحقق أرقام مع النادي الأهلي وبيحقق أرقام الأرقام اللي حضراك بتقول عليها وهنا برضو بترجع للعيب اللي جواه النادي الأهلي مقاومات اللعي اللي جواه النادي الأهلي شخصية اللعي اللي جواه النادي الأهلي وقصد أي فريق هيقدر يقدي وهيقدر أنه يحقق مكسب ويقدر يحط اسم النادي الأهلي في المراكز الأولى لكن بتشوف فريق بيوصل كاس علام الأندية بتشوف فريق بيكسب أي فريق بطل زهابا وقيابا فإنه يدل أن فريق النادي الأهلي عنده شخصية قوية بيقدر يلعب مع أي فريق سواء في أوروبا سواء في مصر سواء في أفريقيا فده يحسب للعيبة ويحسب لمستر مسماني أنه هو بقى على دراية كاملة بنوعية اللعبة اللي معاه بطريقة اللعب اللي هيلعب بها في أي مباراة ممكن يجي لك إخفاقات شوية بعد أوقات من المباراة لكن ده وضع طبيعي لكن الرجل على طول أنا بشوف المستر مسماني بيقدر أنه يدرس الفرق اللي بيلعبها كويس صحيح بيوصلة بالنقطة تحسب له بشكل كبير جدا طبعا بيدرس نقطة القوة في الفريق ونقطة الضعف في الفريق لكن برضو عايز أرجع لحطة مجلس دارة النادي الأهلي واختيار مستر مسماني كانت فترة صعبة جدا أنه هو لما مستر فيلر ماشي ومستر مسماني ده بيرجع لكابتال محمود الخطيب ومجلس دارة النادي الأهلي على اختيار المدير الفني الأنسب في التوقيت المناسب أنه هو الراجل جي وخد دوري أبطال أفريقيا وخد دوري مع النادي الأهلي وبعد كده اداله المساحة ده اللي أنا عايز أتكلم فيه أن أنت مجلس دارة النادي الأهلي كمدير فني أو كجهاز فني بيوفر لك كل سبل النجاح كل سبل أن أنت إذا تحقق بطولة بيوفر لك كل مقاومات البطولة وفعلا أن الراجل عند حص نظام المجلس طبعا الإدارة واللعيمة والجماهير طبعا نطلب منهم أنهم يختاروا أفضل ثلاث لعبين في كل مباراة المطش بتاع الترجي ده كتير جدا منهم مختارين موسيماني يعني وفيه منهم مختارين كابتن خطيب طبعا منهم يلعبونش مطش بس ده أحساس من الجمهور النادي بالدور الكبير اللي بيقوم بيه كابتن خطيب مع الفرقة والدور والبصمة الواضحة المسر الموسيماني مع الفريق طيب قبل ما أخد الثلاث لعبين لغاية لما يجهزوا خليني أخدك لنقطة طريقة اللعب يعني في أوقات العظمة النادي الأهلي كان كان الجيل أنا شو كان مع الجيل معين بس في أوقات كده بتبقى فترات عظيمة مضيئة يعني جمهور مرتاح الفرقة متعلقة بتكسب بره بتكسب جوه بتحقق بطولات وأرقام كان النادي الأهلي بيبقى ليه طريقة لعب وبيفرد طريقة اللعب دي على المنافسين مع كل الأرقام اللي أنت قلتها والحاجات اللي تحسب لمسر الموسيماني أنا مش قادر أمسك طريقة لعب النادي الأهلي فيه ناس بتتكلم في الحتة دي يعني في فترة من الفترات الأهلي في مطشاط معينة بيعتمد مثلا على الكورة الطويلة في فترة من الفترات بيلعب على أن يسيب الاستحواز ويلعب على هجمة مرتدة في فترة من الفترات أو في مطش من المطشاط لايه الأهلي بيلعب تيكي تاكا يعني كورة من الرجل الرجل ما فيش كورة عالية وكل العيار بتتحرك زي الطحونة الهولندية شفنا ده مثلا في مطش تراجي في تونس ده بالنسبة لك حاجة تحسب لمسيماني قدرته على التنويع واختيار طرق لعب مختلفة ومواجهة كل خصم بطريقة مختلفة ولا يحسب عليه لأنه الأهلي لازم يبقى ليه طريقة لعبة ينفذها مع الفرق اللي قدامه أين كان طريقتها وأين كان قدرتها وإمكانياتها بصوص أحمد أنا اللي اكتشفته بمسيماني ممكن هو مش غامط شوية في طريقة لعبه لكن هو أنا استشفيت حاجة استشفيت أنه أنت لما بيغيب أفشة فبتضطرت غير طريقة اللعب لأنه أنت رقم عشر لو هتلعب برقم عشر لك هأ أفشة وده بان في المباراة الأولينية فاضطررت أن أنت تلعب أربعة ثلاثة ثلاثة وخصوصا غيب أفشة هو هيسهلك أنه أنت تلعب أربعة ثلاثة ثلاثة واحد فوجود أفشة هو اللي بيخلي مستر مسماني أنه هو يعدل طريقة اللعب أو يلعب بطريقة لكن زي ما حضرتك بتقول هو فرض اسلوب اللعب ده ملكة ومش عند أي فريق ومش عند أي مدير فني أنه هو بيلعب فرق كبيرة وخارج ملعبه فأنه هو ينزل يفرض اسلوب لعبه ده حاجة بتحسب للعب وده حاجة بتحسب للجهاز الفني لكن على الجانب الآخر أنت عندك قادة قادة في الفريق إزاي بيلموا الفريق إزاي بيقفلوا على الفريق بشكل جيد في مكسب في خسارة فأي أن كانت الأجواء ده شفناه مع محمد الشناو في المباراة الأخيرة في مباراة الترجي هناك في رادس إزاي قفل على الفرقة وطلع كل الصحفيين بره دي اللعيبة اللي عندهم كوامات البطولة أنه إزاي بتقفل على نفسك وبتقفل على فرقتك لكن أتكلم على طريقة اللعب أنا بشوف أن مستر مسماني اكتسب حاجات كتير جدا مع لعيدة النادي الأهل إن هو بقى بيلعب بالطريقة المناسبة للأمشة اللي معايا للعيبة اللي معايا لكن هي الطريقة المعتادة وده بين في التغيير بتاع ديانج لما تلع ونزل أجاية فلجأ لطريقة 4-2-3-1 فده الدك الأفضلية وقدرت أن أنت بعد التغيير ده أن أنت تضغط فريق ترجي وتقدر تحرز هدفين بنفس النسخة بنفس طريقة محمد شريف أول ما جاب وحسين الشحات لما جاب عشان كده لما تكلمنا فنين قبل المباراة قلنا أن أضعف الخطوط عند فريق ترجي هو السرد بكين خط الدفاع وخصوصاً هتلاقي حتى ضربة الجزاء بصمة بين السرد بكين مع سرعة طاهر محمد طاهر قدر أن هو يأخذ ضربة الجزاء لكن مستر مستماني لعب على النقطة دي لعب على أن أضعف الخطوط خط الدفاع ولما قفشى لعب عشرة قدر أن هو يعمل السروف في الهدفين الأخرى أنا أريد أن ترى أن الناس اختارت من كأفضل تلاعبين في ماتش الترجي مباراة الزهاب التي تلاعبت في رادس وتعلق لنا ونسمع أيضاً اختياراتك وبعد ذلك نتكلم معك عن التغييرات بتاعت نسر المسلماني في ماتش مبارح لكن دعنا نذهب إلى الفصل السريع ونرجع بعد ذلك نكمل كلامنا مع كابتن أحمد عادل كنت أحكي لكابتن أحمد عادل إزاي عملية التصويت بتحصل وحجم الإقبال الكبير اللي حصل على صفحاتنا على السوشل ميديا على تويتر وإنستجرام وفيسبوك في ماتش الأهلي ورادس مباراة الزهاب زي ما قلت لحضراتكم الإقبال كان تاريخي لكن في حتة الواحده كده يعني خليني أعلن لحضراتكم بقى النتيجة في حتة الواحده الحقيقة ويستحقها أنا يمكن أشت بيه بعد المباراة مباشرة وقلت أنه كان واحد من نجومها بس كنتش بتوقع أن يبقى فيه الإجماع والاتفاق بين القاعدة العاليدة من جماهير لأنه قادي الأهلي اللي اخترت طبعا أكرم توفيق كأفضل لاعب فيه مباراة النادي الأهلي والتراجي فيه رادس إحنا لسه طبعا منتكلم في ماتش دي نتيجة ماتش الزهاب ماتش الإياب موجود مع حضراتكم على السوشل ميديا لغاية الخميس اللي جاي أما فيه المركز التاني الحقيقة فبرده الحقيقة ما قدرش أقول طبعا يعني أكرم الحقيقة قدم مباراةه وخصوصا أنه مش بس قدم مباراةه لكن قدم مباراةه كمان وهو بيلعب في مركز مش مركزه هو مش بتعود على الحتة دي لكنه أجاد وحاز ردة طبعا للأهلوية في المركز التاني كان أليو ديانج الحقيقة ده بابة المالية اللي كان واحد من نجوم مباراة تونس والأسيس طبعا أعتقد أنه على كمان من فرصه وزاد من أسهمه بشكل كبير وفي المركز التالت كان الحقيقة المتقلق ومنافسة كانت قوية جدا ما كانتش بعيد أبدا عن المركز التاني لكن بفارق بسيط جدا جيه في المركز التالت كابتن حمدي فاتحي اللي قدم واحدة من المباراة المميزة جدا واحد من النجوم الحقيقة اللي رغم نزوف كل شوية بعيده لكن يرجع الحقيقة عند القدرة أن يرجع بسرعة أفضل من الأول حمدي في المركز التالت برصيد نقطة واحدة في المنافسة معهم كان مش بعيد خالص محمد الشناوي ومحمد شريف لكن بفارق بسيطة جدا قدر السلاسي أكرم توفيق أليو ديانج حمدي فاتحي أنهم ياخدوا أفضل ثلاث لعبين في مباراة النادي الأهلي الترتيب ده أو السكور ده غير شوية في الترتيب العام بعد ما كان الشناوي والديانج في المركز الأول برصيد 28 دلوقتي ديانج بيفرق بنقطتين في المركز الأول برصيد 30 نقطة وراء الشناوي 28 نقطة وراهم محمد شريف 18 نقطة وراهم مجدي أفشة ب17 وبدر بنون برصيد 16 في المركز الخامس والثلاث نقطة بتوع أكرم توفيق رفعوا رصيده لعشر نقطة في المركز الثامن ورا ورا أيمن أشرف وقبل علي معلول ده اختيارات النادي الأهلي أو جماهير النادي الأهلي لأفضل ثلاث لعبين في مباراة رادس تتفق تختلف شايف حدد ظلم شايف أنا بالنسبة لي الفريق ككل الفريق ككل لكن في بعض اللعيبة زيما الجماهير طبعا اختارت أنا بضم معهم طبعا الشناوي بدر بنون مش عايز أخش في أسماء كتير لأن زي أقول أحداك الفريق ككل وفعا على أرجو يعني بص ناس كتير جدا مطشطة اللي بيبقى فيها مستوى وأداء كويس ونتيجة كويسة تلاقي معظم الناس بتقولك اللعيبة كلها كترجالة أو الفرقة كلها كتكويسة بس نخص بالذكر أو يعني من وجهة نظري أفضل ثلاث لعبين هم كذا وكذا وكذا لأنه الناس عارفة أنه احنا مش بنعمل ده عشان مطش بس هم نعمل ده عشان سيزن كامل نقدر يبقى فيه عندنا تقييم موضوع الأفضل اللعيبة على مدار الموسم كله احنا برجح طبعا كفة أكرم لأن أكرم زي ما حضراك قلت أنه بيلعب في مركز غير مركزه فأجات فيه وأنه يكون أنه هو أن الجماهير كلها تديه له لتصنيف رقم واحد فده حاجة تحسب له لأنه زي ما قال حضراك بيلعب في مركز غير مركزه لكن اللي بيتغلب على أكرم حتة الروح حتة الروح والقلب والكتال على كل كورة وفعلا اللعيب الكبير بيظهر في المباراة الكبيرة المباراة اللي بيع عليها ضغوط على اللعيبة لكن أكرم تحس أنه بيلعب في المكان ده بقى له خمس ست سنين لكن ما يميز أكرم حتى كمان أنه حتى لما خرج من نادي الأهل يعارة وده يحسب طبعا حتى المجلس إدارة النادي والجهاز الفني أنه هو رجعه وبقدر يعتمد عليه بصفة أساسية لكن في بعض اللعيبة هتليهم خرجوا أعراض وما يدرش يقدم المردود اللي هو يرجعه النادي الأهل تاني لكن هو راح سنتين لعب في جونة وقدى بشكل جيد وأنه هو يرجع ويأخذ مكان في التشكيل الأساسية فده أكيد ترتيب استعمال عايز أكلم معاك على مطش بيراميدز بس خليني أقف معه أكرم شوي أكرم أنت استخدمته في مطش ومش بس مطش الترجي هناك وهنا لكن في مطشات تانية استخدمته كحل يعني بتستخدمه في الحتة دي كنوع من الباك اف أو أنه ممكن حل تلجأ لي لكن بعد المستوى اللي قدمه أنا عايزة أنت أو أنت لعبت في الحتة دي تكلم أكرم هل يفكر أكرم أنه يغير مركزه هل يصمم مستر موسيماني على أنه يحط أكرم أو يسبت أكرم في المركز ده ولا ترجعه تاني نص مرعب لا أنا بفضل أن أكرم يلعب في المركز ده هنا هيرايح المدير الفني هيرايح المدير الفني في حتة التغيير لأن أنا لو كمدير الفني باعتمد على لعيب بيلعب لي في أكتر من مركز أنا هبدأ بيه هبدأ بيه لأن أنا ممكن حتى لو عايزة أنزل حد في الباك رايت أنا ممكن أستعين بأكرم أنه يلعب دي فيندر فهنا حتة المجرون التكتيكية زي ما بتلعب أيمن أشرف سير دي باك وممكن يلعب كباك ليفت زي ما بتلعب رامي ربيعة سير دي باك وممكن تعتمد على إيد فيندر أو اللي هو قدام السير دي باك فهنا ده بيرايح المدير الفني لكن لو أنا مدير فني لا أنا أعتمد على أكرم من ناحية اليمين لأن حتى ممكن ما يخسرني شغير بس أنت لما بتقول لي أيمن أشرف أنا أقول لك أيمن لعب مساك وبنلجأ له لما بيبقى علي معلول مش موجود ربيعة أساساً مساك ولو احتاجته في حتة تانية بيقدي اللي بقولولك أنت لو بتكلم أكرم توفيق تقول له أكرم ركز في الخط ركز كباك رايت ولا أنت مستقبلك في الدائرة يعني في نص الملعب وأنا هقول له ركز في الحتة دي لأن حمدي متقلق جداً آليو ديانج متقلق جداً السلية متقلق جداً في نص الملعب فده أنسب مكان ليك أن هي هنا أنت برضو حتة منافسة حتة منافسة مع محمد هاني هيخش المنافسة مع محمد هاني لسه يخش ولا دخل خلاص لا هو دخل على هاني برضو أن هو يرجع ويضع رجله تاني دي كلها بتصبه في مصلحة الفرقة طبعاً أن كل يبقى فيه منافسة شريفة أن كله بدلاً بيبقى عندك اتنين في مركز يبقى عندك ثلاثة أو أربعة يبقى عندك حد جنبك يعني بيسخنك وبتتنافس معاه وبيخليك تطلع أحسن ما عندك ده شيء يصبه في مصلحتك يصبه في مصلحتك وفي مصلحة الفرقة وخصوصاً لو نرجع بالذكارة الشوية أن أنا كنت موجود في المكان دوت مع كابتن إسلام الشاطر طبعاً أحمد صديق كابتن محمد باركوت أحمد فاتحي كنا خمسة في المكان دوت وكان فيه منافسة شريفة وكان أي حد بيلعب كتل الفرقة هي اللي تبقى اللي هي الملكة أو اللي هي الأفضلية سهل تفصل يعني أنا بتهيلي على اللعيبة يعني أنك وصلت المطش النهائي ده شيء حلم كبير جداً ونجاح بالتأكيد الناس حسها بيه كل واحد حس بيه سهل تفصل كل دوت روح قال إقفل بقى سيبك من نهائي دوري الأبطال تعال بقى نرجع للدور أنا نسيت الدوري يعني أنا نسيت أنا نسيت كل حاجة عن الدوري عندك مطش يوم الخميس ومطش صعب مطش تقيل طبعاً ليه تركبته وليه حسسياته مع بيرامدز شايف أنه اللعيبة وجاز الفني طلب منهم نقفل صفحة دولي الأبطال سهل بالنسبة لعيبة أنها تفصل وتنقل من مود لمود كده هي دي اللعيبة اللي عندهم قوامات البطولة اللي بقول لحضرك علي ده كان الدور الأكبر كان على كابتن سيد عبد الحفيز وكلامه مع اللعيبة الدور الأكبر عشانه وقفل صفحة أفريقيا ودي الملكة اللي موجودة داخل النادي الأهلي محترام لكل أنديت مصر أنه بيعرف يقفل صفحاته كويس وبياخد بخطوة بخطوة وكلام كابتن سيد عبد الحفيز بعد المباراة مع اللعيبة الشناوي مع اللعيبة أن صفحة أفريقيا تقفلت لأنهم هيركزوا في بطولة الدوري لأن هنا خلاص عندنا مطش المباراة المهمة اللي جاية مع بيراميتس هنركز في الدوري لأن أكيد مشوار صعب مش سهل هتلاقي فعلا ده داخل قوة تلبس النادي الأهلي وخصوصا عشت جوه جوه قوة تلبس النادي الأهلي وعارف إزاي المسؤولين داخل النادي الأهلي بيفكروا أنهم ياخدوا صفحة أفريقيا بتقفل بيخش على صفحة الدوري بعدك هتلاقي صفحة الدوري بتقفل بعدك هتدخلي على مطش الفاينال هنا ده ما يميز النادي الأهلي ومكوامات البطولة هيا دي مكوامات البطولة اللي عند مجلس الإدارة وعند الجهاز الفاني هتبص إزاي للتلات أسابيع اللي جاية عندك مطشط كلها صعبة أنا كنت بقول في بداية الحلقة أنه مطشط الدوري كلها صعبة الناس اللي بتنفس على المربع الزهبي زي الناس اللي بتنفس عشان تهرب من الهبوط وبالتالي سواء كنت بتلعب في قمة الجدول أو يعني فتحت في الجدول هتبقى كلها مطشط صعبة أهدافك أولاً أنك أنت تعود الفرق في النقاط مع الزمالك المنافس الأول لك وتستعيد صدارة بتاعتك مكانك الطبيعي وهدفك كمان أنك أنت تحفظ على فرقتك على معدلات اليقى البدنية على حالة الانسجام وتحبي فرقتك من الإصابات عشان تروح لمطشة أفريقية إزاي تعمل ده؟ تفكر أنه مستر مسلماني ممكن يلجأ لإيه؟ للتدوير ولا سبب التشكيل يحفظ على الفرقة اللي ظهرت أو تقلقت في دول الأبطال ولا يدي الناس اللي كانت بعيدة وما ظهرتش بقى لها فترة لا أنت دلوقتي ما يوميز زنادي الأهلي أن أنت خلص الإصابات كلها كل القوام ما شاء الله موجود أنت وصلت المرحلة برضو يا سيد أحمد أن أنت ممكن بأي تشكيل أو بأي لعب ممكن حتى لو دخل التشكيل ده بيرجع لمستر مسلماني طريقة اللعب اللي بيلعب بيها أنه حتى لو غير في مركز أو مركزين هتلاقي نفسه طريقة اللعب هي هي هتلاقي أسلوب اللعب هو هو لكن هو ده هو ده نادي الأهلي أنت زي ما كنا بنكلم من شوية على حتة أنه لما يكون عندي اتنين في مركز بيتنفسه مع بعض أن أي حد يلعب لكن بنشوفه موراة كبيرة جدا أن حتى لو بتغير واحد أو اتنين لكن مع مستر مسلماني هتلاقيه هو محافظة على القوامل الأساسي لو هو بتتكلم في حوالي 8 أو 9 لعيبة معه ممكن يغير اتنين من داخل الملعب لا أنا بشوف أنه هلعب بالتشكيل الأساسي لأن زي ما قلت حضرتك جيت داخل عبطرة مهمة وزي ما حضرتك قلت أنه عايز يرجع للصدارة تاني بمكسب على فريق صعب زي بيرميتس فأتمنى الفوز إن شاء الله المباراة اللي جاية وده هيدي له دفع كبير جدا للمباراة اللي بعدها بيرميتس فرقة صعبة من وجهة نظرك كأفراد صعبة يعني كأفراد داخل الملعب هتبقى مباراة صعبة كأفراد صعبة على المستوى الجماعية مش شايفهم لا أنا بشوف أنه هم يعني فنيا نوقعوا يعني فنيا نوقعوا في المباراة الأخيرة وده يدل على مركزهم في الجدول لكن مباراة مع النادي الأهلي أكيد كله هيبقى مركز أنت أي حد بيلعب نادي الأهلي سواء محل بيرميتس زمالي كله بيبقى مركز للنادي الأهلي النادي الأهلي زي ما أتكلم على طول دايما أنه هو كتاب مفتوح مفاتيح لعبه كتاب مفتوح لأفريقيا كلها فأكيد أنا حتى لما خرجت من نادي الأهلي ولعبت في نادي تاني كنت بركز 200% فمع كل اللعيبة اللي في الفرقة كلهم بيبقى مركزين حتى مش مستني مدير الفني يقوله هتعمل إيه أو هتلعب على ده إزاي لأنه زي ما أقوله كل واحد بيطلع 200% من اللي عنده 200% لأنه على طول النادي الأهلي لما بيلاعت لأفريقيا كلها بتتفرج عليه فدي مباراة من ضمن المباراة اللي ما بتتكررش مع النادي الأهلي لكن أكيد مباراة صعبة أكيد مباراة صعبة فأتمنى فوز النادي الأهلي إن شاء الله أنت تابعت الناحية التانية تابعت كايزر تشيفز والوداد تفرجت على المطر لا ما تفرجت كنت تتمنى الأهلي يعني قابل مين في المباراة هي كايزر تشيفز كايزر تشيفز لللاف لللاكنة لا عشان مباراة جنوب أفريقيا عشان فرقة من جنوب أفريقيا فأنا متفائل لأن الوداد كان مطرشنا يبقى معهم صعب لكن كايزر تشيفز إن شاء الله يكون خصم سهل للنادي الأهلي والحمد لله كلنا كجماهير نادي أهلي محبينادي الأهلي كلنا عندنا ثقة في اللعيبة والجهاز الفني إن هم إن شاء الله يقدر يحاول بطلال عشان لو كلمت معاك على الطريقة اللي تتوقع أن مستر المسلمين يلعب بيها ممتشاط الدوري هل تتوقع أنه يحضر مثلا أو يفكر يلعب بطرق تناسب أكتر الطريقة اللي يلعب بيها يعني يعتبر ممتشاط الدوري جزء منها طبعا تكسب والصدارة والثلاث نقاط مهمين لكن أعصد هيدخل فيها فكرة التحضير لمطش جنوب أفريقيا كايزر تشيفز هو عارف الفرعة كويس تباحها لعب قدامها عارف العناصر بتاعتها فيبتدي يبني خطته أو طريقة لعب ويجربها في المطشاط اللي جاية ولا دي نقرة ودي نقرة تانية لا أنا بشوف أن دي حاجة ودي حاجة تانية خالص هتلاقيه مركز في المباراة اللي جاية أن على طول دلوقتي مستر المسلمين مع اللعيبة عاودونا أنه خلاص بقى بيلعب بطريقة بينزل بيفرض أسلوب لعبه على أي فريق هو بيلعب بطريقة المعتدرة 4-2-3-1 وخصوصاً بعد عاودة أفشا أنه فريق كبير جداً مع تلت الأمامي للنادي الأهلي فده هيديك الأفضلية أن أنت على طول كالنادي الأهلي سواء خارج الملعب أو داخل الملعب أو مع أي فريق أن أنت بتنزل بتفرض أسلوب لعبك فدي حاجة طبعاً تحسب للجهاز الفني مع تغيير حتى أي العيب عندما تشوف علي معلول بيرجع بعد ثلاث شهور بيقدر أنه يبقى مفتاح لعب مهم مع النادي الأهلي وما بيتأثرش أداة النادي الأهلي ما بيتأثرش سواء أفشا موجود أو أي حد مش موجود لكن سياسة النادي الأهلي أو منظومة النادي الأهلي ولكن طرق اللعب هي اللي بتدي الأفضلية لنادي الأهلي مع طبعاً مع دعم من جهاز الفني إزاي شفت دور كابتن خطيب مع الفرقة في مراحل مختلفة من دور الأبطال الكابتن أحمد هنا اللعيبة هنا اللعيبة لما بتشوف الكابتن الخطيب أنه بيسافر حتى معهم السفريات اللي بره برغم أن صحة الكابتن الخطيب ما تساعدوش حتى أنه هو يسافر لكن لما اللعيبة بتشوف رئيس النادي الأهلي أو كيمة زي الكابتن محمود الخطيب دستورة على مستوى أفريقيا أنه هو بيسافر مع اللعيبة ده ده كبير جدا أنهم يحققوا هدف عندهم فده حاجة تحسب طبعا لكابتن الخطيب وحتى رعايته للأمور داخل ندي الأهلي يحسب للجيل ده يعني أنا بشوف أنه يمكن أنت متهيق لي أنتو ويمكن جيل اللي بعدكم بشوية من الأجيال المحظوظة اللي لعبته دايما وليكم ظهر وسند في الملعب يعني ليكم جماهير بتحرككم وبطلع من عندكم أحسن أحسن ما فيكم لكن الجيل ده بيلعب كله ما تشاطه تقريبا والمدرجات فاضية لو شايف أنه فيه دور للجمهور في الفترة اللي جاي احنا عندنا موسم مضغوط جدا هنرجع تاني الضغط المباريات وده يمكن التخوف الوحيد أنه إحنا لما المطشاطنا اتضغطت واللعبة وجهادت اتأثر بشكل كبير على مستوى الفرقة ككل إيه المطلوب من الجمهور للفترة اللي جاي من وجهة نظر الكابتان أحسن هو يبدل داعم للنادي الأهلي كان زي ما الهتاف المعتاد لجماهير النادي الأهلي على الحلوة المرة معاه لكن ده حاجة مش جديدة على جماهير النادي الأهلي أنها تفضل داعمة حتى اللعيب النادي الأهلي داعمة لمجلس الإدارة داعمة للجهاز الفني فدي حاجة مش جديدة وزي ما بتكلم دايما أن انت خلاص كلعيبة اديتو ثقة للجمهور أن احنا ممكن نكسب أي حد أن احنا ممكن ناخد أي بطولة أن احنا نروح كاس علام الأندية فهنا سقف طموح جماهير النادي الأهلي هو دوري أبطال أفريقيا وخلاص الجماهير بقت متطمنة للجيل الموجود يمكن على مدار حوالي سبعة أو ثمان سنين ما شفناش جيل بعد الجيل اللي بفضل ربنا كنت موجود فيه أن جيل يفضل متطمنة كنت جماهير النادي الأهلي أن انت ممكن تكسب أي فريق وتكسب أي وقت وخصوصا أن انت زي ما قلت حضرتك أن انت بتوصل لتاني مرة لفاينال أفريقيا وإن شاء الله تقدر تحققها دي مسؤولية كبيرة بتتحطى على اللعيبة بدعم طبعا من الجماهير اللي أنا أتمنى أنها تتعود للمدرجات وأنا بأكد أن اللعيبة دي لو لاقوا 60 أو 70 ألف مشجع في المدرجات أنت هتلاقي الأداء ده 200 المية لكن يحسب لللعيبة أنها بتلعب حتى بدون جماهير بنفس الروح بنفس الكتال بنفس الشخصية لعيبة النادي الأهلي فده أكيد يحصل بمناسبة الجماهير يعني الكلام طبعا وحاك عرف أنه الوداد حتى في تصريحات بعض مسؤولي في الفترة الأخيرة اللي احنا كنا متابعينها وكانت فرصه يعني أكبر كانوا بيتكلموا على النهائي وكانوا بيتكلموا على الصفقات اللي بيدعموا بها الفريق قبل ما يروحوا كاسر العالم فكان فيه أحساس كبير عند مسؤولين الوداد أن الوداد في طرف المباراة النهائي وكان كلام على حضور جماهيري أنا مش عارف دلوقتي هل هيسمح إذا كان طرفين المواجهة بطل مصر وبطل جنوب أفريقيا أنه يبقى فيه حضور جماهيري في المغرب ولا لأ بس هالي لو ده حصل أعتقد أنه جزء كبير من جماهير النادي الأهلي هيكون حريص على أنه يحضر المباراة في الملعب ده أكيد وظهر حتى في مباراة سان داونز سان داونز النادي الأهلي خسر فيه علاقة جماهير حوالي 40 أو 50 ألف أين مباراة المباراة اللي خسرنا فيها هناك لكن العادي أو الطبيعي لجماهير النادي الأهلي هتلاقي أعداد مهولة حتى هتسافر حتى هتسافر معرفش حتى ظروف السفر هتبقى عاملة إزاي لكن جماهير النادي أهلي عمرها ما بتأخر على الفرقة حتى لو خارج ملعبة حتى لو في أي دولة وكنت ما نشوف كده وكنت بشوف كده وانا بلعب حتى في النادي الأهلي كنا ما بروح جنوب أفريقيا باللعب سان داونز أو اللعب التراجي أو اللعب أي فريق كنت بتلاقي حوالي مثلا 10.000 12.000 مشجع وتلاقي منهم مثلا حوالي 8.000 أو 9.000 من مصر فكله بيبقى حاجز تايران لكن ما عرفش ظروف السفر أي دلوقتي لكن أتمنى أن كل جماهير النادي الأهلي لو فيه إمكانية أنها تروح ورا فرقتها إن شاء الله أتمنى رأيك إيه في قصة السوداسي المنتخب الأوليمبي يعني أنت عرف أنه المنتخب المفروض يسفر يوم 16 أعتقد عشان يدخل فقاعة البيض 17 فيه محاولات طبعا من الاتحاد المصري مع الاتحاد الأفريقي أنه نهائي بتاع أفريقي عشان لعبة المنتخب الأوليمبي يقدروا يسفروا ويدخلوا فقاعة طبعا مع كابتن شاوئي غريب هل تفتكر هي بس المشكلة مشكلة صفر ولا كمان فيه الجزئي بتاعت إنك تبقى بعثة معسكر تمرين إيه الأفضل إنت لو بتحكم أو بتاخد قرار في السوداسي الأوليمبي الأفضل لينه إنه يبقى موجود مع الأهلي أنا مش بكال بس على فكرة المشاركة بتكلم عن الجاهزية ولا يبقى ممكن يتأثر عدم وجودهم مع المنتخب الأوليمبي فيما قبل السفر على مستواهم ومشاركتهم في أوليمبياد توكيو أكيد طبعا أكتر واحد حزين لوصول كابتن شاوئي لا لا هو مش حزين لا لا مش حزين أنا بيتهيالي مشاركة لعبة يعني أنا بشايف شايف أنه تبتكلم على أكرم توفيق أكرم تبتكلم على طهر محمد طهر محمد شناوي تكلم على شناوي لو طبعا هو كان عايز يضمه كابتن شاوي محمد شناوي أنا عارف بس أنا أستطيع أن أقول أنه اللعيبة دي مشاركتها مع الأهلي بيك كان برضو وأحمد رمضان بيك كان بس بما أنه بيك كان بعيد عشان يعني الإصابة ومشاركش الفترة الأخرى أنا بكامع لعيبة مستوها ارتفع جدا جدا مع نادي الأهلي هو أكيد ده هيبقى لود على اللعيبة هيبقى لود على اللعيبة وخصوصا أن فريق النادي الأهلي على طول هتلاقي كل أربع خمسة يام في بطولة كل أربع خمسة يام مباراة فده أكيد هيأثر على على النادي الأهلي بالسلب لأن الدول أنت بتكلم في عناصر أساسية موجودة داخل الفريق فلكن بتمنى طبعا كابتن شاوي أنه يقدي بطولة بطولة مميزة إن شاء الله ويقدي بيبقى تمثيل مشرف لمصر وأي لعيبة أي لعبة دلوقتي لعب مصر فيها لعبة كتير وإن شاء الله يقدر يعتمد عليها وإحنا وعيين في مجموعة يعني عنيفة جدا بس يعني أنا لعيئة أمري في منتخب مصر الأوليمبي كبير جدا شايف الأسماء اللي بيدمها المنتخب أسماء يعني تقدر تعمل فارق يعني إن غير ثقافة شوية فكرة أنك راح تلعب أسبانيا والأرجنتين وأستراليا عشان تعمل تمثيل مشرف لا أنا شايف المنتخب ده ممكن ينفس جدا وممكن يحقق ميداليا ويرجع بميداليا هو اللي اكتسبه مع المنتخب ده مع كابتن شاوي والشخصية شخصية منتخب قوي شخصية منتخب جدير إنه حتى يبقى كل العناصر دي فهو موجودة في المنتخب الأول فدي أكيد دي الحاجة اللي اكتسبها للمنتخب والأول مرة بصراحة كابتن أحمد من سنين طويلة أشوف منتخب أوليمبي مش نجوم صعيدة زي ما بيقولوا لا كلهم الحقيقة يمكن يكونوا النجم الأهمة والأبرز كل واحد في فرقته فعشان كده بقول المنتخب ده يطمن يريح يديك كده أمل في أنه يقدر يروح بك لبيت هو فعلا أنت بتقدر تقول إنه في جيل قادم للمنتخب الكرة المصرية أو المنتخب مصر وخصوصا لو نرجع بالذاكرة برضو مع المنتخب اللي كان مع كابتن هاني رمزي ولعبنا أولمبيات كان محمد صلاح وإحجازي وكانت المجموعة دي كلها وهم دلوقتي بتشوفوا المنتخب أول صحيح فأتمنى أن أشوف يعني لعبة كتير جدا من المنتخب الهمبي في المنتخب الأول إن شاء الله العشرة أهلوية بإذن الله إن شاء الله بإذن الله شرفت ونوارت ومرة تانية ببارك لك على مباراة يعني الحقيقة موجهة كلها سواء كانت في رازس أو في القهارة كانت أكتر من رائعة والجماهير النادي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله قريب هم بارك للنادي الأهلي على القهارة صرحة كبيرة بإذن الله إن شاء الله طيب خلينا نروح الحقيقة للهولندا وتيك قبل ما أخطب حلقتنا وقول لحضراتكم إنه تشيك عاملت المفاجأة الحقيقة منتخب هولندي يقدم عروض محترمة جدا لكن حتى اللحظة 2-0 لصالح تشيك وبفكركم طبعا بالليل مواجهة نارية ومباراة منتظرة بين البرتغال وبلجيك بلجيك هيعدي النهاردة كابتان أحمد المباراة صعبة جدا بس أنا بلجيك هيا كابتان أحمد لأ أنا تماري ببرتغال عشان كريستيان طيب باشكرك شكرا جزيلا انشرفتنا ونورتنا في السادسة وباشكر حضراتكم طبعا على المتابعة ويكون لها اللقاء بك إن شاء الله في نفس المعاد قبلها بساعة ونص طبعا السادسة تحياتي لحضراتكم